اهلا بكم مشاهدين من جديد تشهد منطقة ريف حلب الشمالي فلتاناً أمنياً مستمراً حيث تكثر فيها عمليات التفجير والاغتيال والسرقات وسط مطالبة الأهالي بوضع حد لمن يجري في سياق متصل أمهل الجيش الوطني في المنطقة تجار السلاح شهراً لإيقاف عمليات الشراء والبيع العشوائية للسلاح تفاصيل أكثر في هذا التقرير الملف الأمني شمال حلب يعتبره كثيرون من أعقد الملفات في المنطقة إذ يستفيق الأهالي بشكل شبه يومي على حادثة اختيال هنا وتفجير هناك وهو ملف مرتبط بحسب رأي مطالعين بتعقيدات التركيبة الفصائلية للقوى المسلحة التي تسيطر على المنطقة حوادث اختيال متعددة لشخصية مدنية وأخرى اقتصادية طالت منطقة الباب وريفها فيما لم تغب التفجيرات عن الحالة المشهدية لسكان مدن الباب وعزاز وكالجبرين وغيرها من البلدات والقرى هناك والتي أسفرت عن مقتل وجرح عشرات المدنيين إضافة لإلحاقها أضراراً بالغة في المباني السكانية والبنى التحتية تلك الأوضاع الأمنية الصعبة التي يعيشها الريف الحلبي دفعت الجيش الوطني إلى إصدار قرار أمهل بموجبه تجار السلاح غير المرخص مدة شهر للإقلاع عن العمل وتصفية محالهم متواعداً بعقوبات رادعة بحق المخالفين في حال عدم الامتثال لتعليمات قيادة الجيش فيما استثنت المهلة من يقومون بتأمين بعض الأسلحة والذخائر لفصائل الجيش الحر وذلك عبر منحهم أذونات خاصة تبريرات كثيرة ساقتها قيادة الجيش الوطني لمحاربة ظاهرة الإتجار بالسلاح من بينها ضبط حركة السلاح داخل وخارج المنطقة وهي عملية ستضيق بحسب قادة في الجيش الخناق على تمويل وتسليح خلايا النظام وتنظيم الدولة النائمة وتشل من حركتها كما أن تلك الخطوة من شأنها إعطاء صلاحيات واسعة للمجارس المحلية والقوى الأمنية تتمثل في حصر ملاك السلاح وتجاره بقيود وسجلات رسمية محاولات الجيش الوطني مكافحة فوضى السلاح في شمال حلب تأتي بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مدينة الباب ومحيطها على خلفية اغتيال عاملين في مجال الصرافة برصاص مسلحين مجهولين على طريق عزاس قبل أيام وما تبعها من إضراب للمحال التجارية عن العمل ومطالبات من قبل الأهالي بضرورة ملاحقة الفاعلين والتخلص من فوضى السلاح المنتشر في المنطقة وهي مطالب ينتظر السكان تحقيقها بالسرعة القسوى وسط مخاوف من أن تلوثها كما لوثت سابقاتها من حملات لم يكتب لها النجاح بحسب مراقبين بسبب المحسوبيات والانتماءات الفصائلية والعائلية الضيقة لبعض العسكر القائمين على أمن المنطقة لمناقشة هذا الموضوع مشاهدين معي منذ بداية سوريا اليوم من غازي عنتاب الكاتب وصحفي سامر العاني وينضم إلينا من أنطاكي عبر الأقمار الصناعية القيادة في الجيش الوطني مصطفى سيجري ورحب بكم أبدأ معك سيد سيجري لماذا تأخر الجيش الوطني حتى الآن في محاولة يعني ردع وتقنين موضوع السلاح العشوائي وبيعي نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لا يمكن القول بأن الجيش الوطني قد تأخر نحن نتحدث عن مرحلة ما زالت المعارك مستمرة لم يحصل هناك حالة من الاستقرار الكامل ما زال الجيش الوطني لديه جبهات مفتوحة مع عدة جهات فبالتالي عملية ضبط السلاح وخصوصا نحن نتحدث عن مدة زمنية قد فاقت ثمانية سنوات والسلاح قد وصل إلى الجميع لا يوجد رجل في المنطقة ولا يوجد بيت في المنطقة لا يوجد فيه سلاح اليوم يعني الكل يدعي حاجته للسلاح وحقيقة السلاح الآن في كل بيت يلزم لأن المنطقة ما زالت تتعرض إلى تهديدات أمنية فبالتالي قد اتخذت خطوات وخصوصا أيضا أننا نتحدث عن قربنا من الانتهاء من عملية غصن الزيتون وإعادة ضبط المنطقة وتأمين حدود المنطقة ولا ننسى التداخل الحاصل سابقا ما بين منطقة إدلب ومنطقة عمليات درع الفرات وغصن الزيتون والقوى أيضا الموجودة داخل هذه المنطقة والتي البعض منها له امتداد إلى منطقة إدلب كبعض الفصائل ومنها فيلق الشام وحركة أحرار الشام وبعض الفصائل الأخرى فبالتالي عملية الضبط كانت تحتاج حقيقة إلى وقت تحتاج إلى يعني ظروف معينة الآن يسعى الجيش الوطني إلى يعني ضبط هذا الملف بشكل كامل هل تعتقد أنه قادر على ذلك يعني وسط العوامل الموضوعية التي ذكرتها سيد سيجري وأيضا هناك معطيات أخرى يعني بأن الجيش هو أصلا جهاز مختلف عن أجهزة الأمن التي تعمل في المدن وتعمل على ضبط هذه التفاصيل مختلف من حيث التدريب من حيث التسليح إلى آخره هل يستطيع القيام بهذه المهمة بتقديرك أم أنها يجب أن ترجع الآن إلى جهاز آخر يكون من اختصاصي هذا الأمر طبعا بكل تأكيد أصبح الآن لدينا أيضا جهاز الشرطة العسكرية وهو بشكل أو بآخر ربما على تماس وأقرب يعني التقاء مع مثل هذه المشاكل التي تطرأ على المشهد في هذه المنطقة وأيضا هناك الشرطة المدنية ولكن الكل يعلم بأن الكلمة الفصل عندما يكون هناك أشياء مستعصية تكون دائما لقوة الجيش الوطني كقوة عسكرية لها الشرعية السورية في هذه المنطقة عندما يصدر قرار منها الجيش الوطني لا يمكن لأي جهة أو قوى عسكرية أخرى إلا أن تلتزم أو حتى مثل الجهات المعنية بالإتجار بالسلاح الكل يعلم بأن أيضا عملية التجارة في السلاح نحن الآن لا يوجد لدينا جهات خارجية داعمة للسلاح وبالتالي طريقة الحصول على السلاح لاستمرارية المعارك يأتي من خلال التجار ممن لهم ارتباطات إما مع قوات سوريا الديمقراطية أو حتى مع النظام مصادر السلاح عندما يقوم الجيش الوطني بشراء السلاح الآن لديه مصدران قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام نعم أنتقل إليك سيد سامر يعني بتقديرك ما هي أسباب الفشل الأمني في هذه المنطقة إن صح التعبير واستخدام كلمة الفشل الأمني هناك تفجيرات دوما هناك اغتيال لشخصيات محددة أو حتى لصرافة وما إلى هناك يعني هناك عمليات سرقة أيضا صحيح عودة ثانية أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين وبضيفكم الكريم أنا أعتقد أنه منذ أن توقفت العمليات العسكرية ضد نظام الأسد من قبل الفصائل ودخلت المنطقة في مرحلة هدنة أو مرحلة خفض تصعيد تحولت الفصائل إلى خلافات داخلية إلى خوض خلافات داخلية بين بعضها البعض هذه الخلافات الداخلية لم تمنح وقتا كبيرا للمنطقة لأن يكون هناك نظر حقيقي ووجاد لطبيعة المنطقة لتقديم خدمات أكثر للناس لحماية أمنهم أمن الناس حماية ممتلكاتهم حماية أرزاقهم هذا الخلاف بين الفصائل وهو أحد الأسباب فتح مجال لأن يكون هناك تعديات كبيرة على الناس لأن يكون هناك حالة فوضى حالة عدم استقرار أمني الآن القرار الذي أصدره الجيش الوطني كخطوة أولى هو قرار جيد بإغلاق محلات بيع الأسلحة أو منع التجار من التجارة بالأسلحة لكن يجب أن يكون هناك خطوات أكبر وأعمق الكثير من عمليات السرقة والسلب والنهب يقوم بها بعض الأشخاص المنضوين لفصائل غير منضبطة هذه الفصائل يجب أن تدرس حالتها بعناية أن يدرس الأشخاص الموجودين فيها أن يكون ضبط للسلاح الموجود لديهم يعني بمعنى آخر إذا كان المنتمي للفصيل يسير ضمن المدينة بيته في المدينة ومقره في المدينة أي مدينة كانت فما حاجة أن يذهب بالسلاح من المقر إلى المدينة لماذا لا يبقى السلاح بالمقر إذن بعض الفصائل غير منضبطة أو التي ليس لديها قانون لضبط السلاح هي أيضا مساهمة بالانتشار العشوائي للسلاح اليوم القوات العسكرية موجودة داخل المدن مع العلم أنه يجب أن يكون داخل المدن هناك شرطة مدنية فقط الشرطة المدنية هي المخولة بحماية هذه المناطق وجود العسكر إلى جانب الشرطة المدنية يؤدي إلى خلل في نظام المدينة هذا جزء مهم يجب أن تراجعه سيد سيجري سبق أن كان هناك حملات قام بها الجيش الوطني لعل أكبرها في 22 نوفمبر من العام الماضي يعني لكن لم تبدو نتائجها جلية في هذه المنطقة استمرت التفجيرات بشكل متلاحك في عدد من البلدات واستمرت حتى عمليات السرقة وسط وما إلى هناك يعني ما هي العوامل التي أفشلت ربما محاولات الجيش الوطني في حملات سابقة نعم بداية دعيني أكرر الآن ما قلته سابقا عبر شاشة تلفزيون سوريا أنه عندما يكون لديك سيطرة على منطقة جغرافية وقد أحاط بها مجموعات إرهابية ونحن نتحدث هنا عن قوات سوريا الديمقراطية حزب العمال الكردستاني صاحب القرار في تلك المناطق في شمال شرق سوريا نتحدث عن مناطق وسيطر عليها ميليشيات إيرانية إرهابية مناطق وسيطر عليها قوات النظام كل هذه المناطق التي تحمل الفكر الإرهابي فبالتالي ما يحدث في مناطق سيطرتنا من اعتداءات مستمرة محاولات لزعزعة الاستقرار والضرب أمن هذه المنطقة يعتبر حالة طبيعية الحالة غير طبيعية عندما نوجه السهام على الجهات التي تتلقى الطعنات الإرهابية الجيش الوطني والقوى السورية الموجودة في هذه المنطقة تبزل جهودا جبارة للدفع بإيجاد حالة أمان كامل في هذه المنطقة عندما نتحدث عن الجيش الوطني نحن نتحدث عن هذه المناطق لكن كما قلت هو المسؤول عن أمن المنطقة عن أمن المدنيين حتى نعم لا بأس وعليه نحن نوضح بأن الجيش الوطني هو جزء من المجتمع صحيح لا يجوز بعد ثماني سنوات أن نشاهد السلاح منتشر في البلدات والمدن والمناطق المحررة ولكن أيضا نحن نؤكد بأن من يدافع عن هذه المنطقة هم أبناؤها فبالتالي كل عنصر يتبع لفصيل هو إما من مقيمي مدينة عزاز وإما من مقيمي مدينة مارع والباب وغيرها فبالتالي عملية الضبط ونحن نمثل الآن حالة ثورية لم نصل إلى مرحلة إنجاز الجيش العسكري يعني المعترف عليه دوليا ما زالت هذه الفصائل تمثل حالة ثورية وبالتالي ما زالت أيضا هذه المنطقة تتعرض إلى عدوان من أطراف عدة لم تشهد هذه المنطقة حالة ليست فقط عدوان حتى هناك بعض الفصائل في أرياف حلب الشمالية كانت تشتبك بين بعضها البعض يعني لا نتحدث فقط عن مشكلات أو أخطار من الخارج أيضا هذه تتعلق أيضا بطبيعة هذه المناطق نحن نتحدث عن مناطق ذات الطبيعة العشائرية فبالتالي الفصائلية في هذه المنطقة لا يمكن أن تنفك من حالة العشائرية أنا هنا لا أتحدث هل طبيعة المناطق العشائرية التي تتحدث عنها هل هي ما أفشلت حملات سابقة للجيش الوطني لمحاولة تقييد تجار السلاح؟ لا بالتأكيد لا يمكن تحميل عفوا لا يمكن تحميل العشائر كل المسؤولية ولكن عندما تتحدثي وتقولي بأن هناك اقتتال داخلي فأنا أقول أيضا بأن هذه المنطقة تحمل طابعا عشائريا ربما بشكل أو بآخر يساهم في مثل هذه الإشكاليات الحاصلة وأنا هنا لا أشرع التجاوزات لا أشرع الأخطاء ولكن أريد أن أوضح حقيقة المشهد يقع على عاتق الجيش الوطني دعم الاستقرار في هذه المنطقة وأيضا إيجاد الأمن الكامل لهذه المنطقة ولكن ليس بشكل منفرد المجتمع في هذه المنطقة كله يتحمل المسؤولية نؤكد أننا نتعرض إلى هجمات إرهابية هذه ليس لها دخل في الحالة الفصائلية الهجمات الإرهابية الآتية من حزب العمال الكردستاني أو حتى من الميليشيات الإيرانية كلهم يحاول أن يدفع لإيجاد حالة من عدم الاستقرار في هذه المنطقة لا يمكن أن نحمل المجتمع مسؤولية يجب أن تقع على عاتق من يحميه من يتسلم الحكم والسيطرة على هذه المنطقة بكل الأحوال أشكرك بكل تأكيد لا نحمل عفوا أشكرك شكرا جزيلا القيادة في الجيش الوطني من أنطاكيا مصطفى سيجري وأيضا شكر موصول لضيفي من غازي عنتاب عبر الأقمار الصناعية الكاتب وصحفي سامر العاني مشاهدينا أشكركم أيضا على طيب المتابعة لهذا اليوم والمزيد من الأخبار والمعلومات تجدونها على موقعنا سيريا دو تيفي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر